بتخفيش انا سليم انا عايش ممتش حكم العدم اللي تنفس ده كان لعبة عملتها عشان اقدر احرك متزعيش مني بس كان لازم اعمل كذا انت كان لازم تبقي متأكدة ان انا متتجد عشان ما تتقزيش محشتيني يا غادة لكن لكن انت انت كنت انا استرامت جثتك يعني انت لما كنت معايا في العربية كنت كنت عايش طيب 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 انا دفل بانك انا مش اترفعم انا مش اترفعم حاجة يعني انت كنت عايش وسبتنا فتكر انك ميت كل ده طب ليه ليه عملت كده ليه عملت كده لأ، لأ، لأ. أو صلك أنا هيعرفوا وسأعتك أنا ويفتكروا أن أنت معي أو بتساعديني أنا كنت خايف عليك اللي عملته دا عملته علشان lyric ًا علشانك وخايف عليك تعايب اسفهلني أن أنت عملت كل اللي عملته دا علشاني أنا؟ 體أني أمرت ومالعلشان يا انا؟ أنتي مراطي وحبيبتي مش عايزة أسمح الكلام دا أنا مش عايزة أسمح الكلام دا مش معانة كل اللي عادة تقولي مراطي وحبيبتي ما تقول ليش كده أما لأقول لك إيه؟ ما هو أنت مراطي؟ أنت الحاجة الوحيدة اللي خلتني بيستحمل كل اللي فات أنت الحاجة الوحيدة اللي أنا عايش عشان على الغادة دلوقتي غادة فين دبلت كوازنة؟ أنا قلعتها قلعتها ورمتها من لما بقيت أرملة مالش أنا عارف إن اللي بيحصل ده كله صعب عليك إنك تفهميه مش صعب عليك أنت بس صعب عليك أي حد عشان كده أنا مقدر مش عايز منك أي حد بس أنا بحبك مش عايز منك حاجة بس بلاش تجي بيصير لحد اللي إحنا تقابلنا ولا أي حد يعرف أن أنا لسه عايش ترجعي حياتك وتعيش بشكل طبيعي جدا عشان ما حدش نشك فيك يا سليم لو سمحت أنا عايز أروح من هنا دلوقتي حالا أنا عايز أروح حالا لا لا بسك التليفون ده دي طريقة الوحيدة اللي قدرى وصلك بيها لأن أكيد كل تليفوناتك مترقبة لا قصي لي عشان خطري حاولي تسامحيني عشان خطري ممكن أمشي ترجعي حالا لا ترجعي حالا ترجمة نانسي قد ترجمة نانسي قنقر عندك حق يا حمزة أنا كمان فكرت الموضوع أن الوزارة مخترقة وفيها حد هو اللي بيساعد سليم أنه يهرب حد مين يا فندم؟ ما هو لو في حد فينا ساعد سليم على أنه يهرب لازم يكون على أعلى مستوى وإلى ما كانش أكبر عشماو دكتور السج أنهم يساعدوا سليم أنه يهرب أنا عارف لكن اللي مش عارفوا الحد دلوقتي هو مين؟ ده السؤال بالضبط يا فندم إلا كده سليم هيعرف أي حاجة نعملها حتى قبل ما نعملها هيبقى استحالة أنه نحن نقبض علي خليكم تلكين وراء حسن وسبوه لي أنا موضوع السليم أنا عارف أعمل فيه غدا كنت فيل لحد دلوقتي ما بتردش على الموبايل ليه؟ كلمتك يجي مت مرة عادي يا ماما كنت حطاها سهل أنت عشان كنت في الشغل ولما جي تمشي لقيت العربية عطلان ومش راضية الدور تقوم تتأخر لحد دلوقتي؟ لحد ما رحت البنزينة ولقيت حد يصلحها ليه يعني خدت وقت كنتي خد تاكس؟ أو على قليل كلمتين عشان ما قلقش عليه؟ وتقلق لي يا ماما هو فيه إيه 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 مالك فيه إيه؟ معلش يا ماما حقك عليها نتعبانة ومش نامل من بارح ومحتاج أدخل لنام بصباحها لخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه؟ تعال معنا يا غير يلا تعال معنا يا توب تعال عايز تفاهمني لحد الوقتي هل يجاهلك ولا اتصل بيك؟ يا شعرت البيه بالعقل كده؟ سليم ابني مات ودفنته بأيدي دول يبقى حاجي يظل إزاي؟ بقول لك إيه؟ الفيلم ده تعمله على واحد تاني أنا وإنت عارفين كويس أول إن سليم لسه عايش يبقى مالوش لازمة الشغل ده معي عايش إزاي؟ ده حكم إعدام ومات الله يرحمه بقول لك عايش إيه؟ أنت ما عندكش إلا السؤالة المشروخة ديها تشغلاني كل شوية اسمع عام الحم أنت راجل كبير وزي يا بويا يعني ما انتش حملة بهدلة تعارف كويس قوي إن أنا حجيبه حجيبه يبقى تتكلم وتجيب من الآخر ودلوقتي أنا قلت لك كل اللي عندي سليم مات يعني قالك ما يعرفش حاجة كنت متوقع كده طيب بقول لك إيه؟ حالته الصحية عاملة إيه؟ طيب خلاص سيب ويمشي أيوة يروح مش هتعرف تطلع منه بحاجة أكتر من كده بس بقول لك إيه؟ يفضل تحت المرابع 24 ساعة لو سليم حاول يروح له أو يتصل بيه أعرف على طول ماشي دخل الحاجة جوة جبتلك كل اللي طلبت طيب تمام بس أنا مش هبدأ شغرة دلوقتي عايز أرحق حسن حمزة زمانه بيدور عليه هتعمل معي إيه؟ هشوف ولي يا سليم تنوي تعمل إيه مع حمزة بالظبط؟ لو واحد قتلت ابنك هتعمل معي إيه؟ ماشي حقك بس ما دخلوش يلهيك على اللي إحنا بنعمله اللي إحنا دخلين عليه يا سليم هعمل من حمزة ومن كل اللي وراه وما تنساش كمان إنه هو الوحيد اللي عارف يؤبض عليك قبل كده عشان كده مش أخليه يهده ويفكر أخليه يفضل يلف حوالي نفسه لغاية لما يدوخ ويوقع ساعتها يمنوع ده متحاسب مش هتأخر عليك مال الحرق أفضل مالحرفات أفضل أفضل مالحرفات ايه؟ نمت كويس؟ يعني داني جرائيا حمزة انت مسمعتش الدكتور قالك ايه ولا فيه ايه ما حكايتك ايه؟ اطلب لي اهوة اهوة ايه يا عم عصوب حفطر الاول استنى اطلب لك فطار اطلب لي اهوة بس يا باق حسن دكتور السجن طلع ان اليه اتنين قرايب وستنين في القاهرة وطبعا اكيد هو مستخبى عند واحد منهم جبتلكوا العنون بتاعتهم اهم انت واحد وانا واحد ها؟ لا لا بينا دودو برضو مش هتقوليلي ايه اللي حصل مبارح واخرك كده؟ ما انا قلتلك انه عربيتي كانت عطلانة غدا يا حبيبتي انت عمرك في حياتك ما كدبت علي حتى وانت صغيرة هتكدبي دلوقتي؟ مش هكتب عليك وهقولك ايه اللي اخرني انا كنت مبارح مع سليم سليم؟ ازاي؟ وليه؟ تاني؟ تاني سليم؟ وليه ما قلتليش من مبارح؟ عشان كل اللي انت بتعمليه ده عشان انا مش حمل الزنة وضغط واجع قلبي اكتر من اللي انا فيه طب فاهميني؟ انت نوية على ايه؟ عملتي معاه ايه؟ ما عملتش حاجة ومش نوية على حاجة وزاي ما قلتلك قبلي كده انا وسليم خلاص ما بقاش فيه اي حاجة ما بيننا ينفع دلوقتي اروح شغلي؟ شغلي ايه اللي هتروحي؟ انت مش هتخرجي بالبيت انا لازم اروح ولازم اتصرف عادي وكأنه ما فيش اي حاجة عشان ما حدش يشك شايف بقى الهنة اللي بنتك فيه؟ غادة استني هنا غادة قلتلك قبلي كده ما عرفش عنه حاجة وبعدين انا وحاسن اصلا ما بنتكلمش كتير يعني انت ولاد عم ولا بتتكلمه ولا تعرفه عن بعض حاجة ايوه ما عرفش عنه حاجة وانا بقى المفروض اصدق الكلام ده مش كده؟ تصدق ولا ما تصدقش عاملك ايه انا؟ تعمل لي ايه؟ انا اقولك تعمل لي ايه يا حبيبي؟ بص بقى عشان انا ما عنديش وقت وخلقي اصلا دايق حاسن قريبك ده واتهرب وهيتجاب يعني هيتجاب تمام؟ فمن الاخد كده ومن غير لاته عاجن تقول لي هو راح فين؟ يا ام قسم انا عزما برا ايه يا ابو ماريب؟ مفيش مفيش حاجة مفيش اه احنا اقس فين واضح ان احنا ازعجنا المداني مش بصنعة لطافة كده خوش عتزر لعب الشكل والله هنستع راح بشوار وكاية تاني يلا بشوار ايه ويلا ايه هنروح فيه يلا يا ابو ماريب تجربته تنمي اتأخرت يا حمزة حسن كان هنا ومشي ما تضيعش وقتك مش هتعرف تلاقيني بالسهولة دي قل لي عامل يه دلوقتي احسن اسمع يا سليم لو هتفتكر ان انت بتعمله مع اي اده هيجيب نتيجة لو هتفتكر ان انا مش عارف اجيبك يا سليم حمزة انا اللي هجيبك مش انت ودلوقتي يلا علشان تلحق قدامك ساعة واحدة يتوصل لحسن يا ايمان اللي هوصله الاول وساعتها انت عارف ايه اللي هيحصل الحمزة ايضا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه ده ايه ده ايه ده عشان انا لا ده مش بتاعك انت استاني بطل بقى رخامة طبعا يا عبيطة بتاعك مال بتاع مين يعني بس ده تحفة 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 بس ده شكله غالي اوي اه بصراحة هو غالي شوي بس مش خسرة فيك اكيد مش خسرة فيه بس احنا كنا متفقين احنا نحوش طب انا حوشت اهو وجبتلك الخدم لا اتفقنا نحوش عشان ندخل حمال مدرسة كويسة يا ستي لما يبقى يكبر ويخش المدرسة نبقى نبيعه لا مش هنبيعه ده خلص بقى بتاعي انا طبش بسيوي عشان نشوفه على ايدك طب شكلك ده خلص مش همعه اكيد مش هتبقى ومين قالك ان انا كنت سيبك تنين ايه قلو ايا حمزة ايه سليم لا ما تكلمنيش ولا حاول يقابلني بقولك ما قبلتوش حمزة لو سمحت ما تكلمنيش تاني اشتركوا في القناة تاني الدكتور حسن اخر مرة كلمك في التليفون امتى مش فاكر بس من زمان انا وحسن ما تكلماش باقي لاخر مرة هسألك السؤال بص انا حلو معك ازاي بس بعد كده ما تبقاش تزعل مني الدكتور حسن اخر مرة كلمك في التليفون امتى مش فاكر صدقني مش فاكر ومالو افكرك شايف الورقة دي الورقة دي فيها كل المكلمات اللي عملها الدكتور حسن اخر يومين لقنا فيها ايه بقى لقنا فيها ان اخر واحد تكلمه الدكتور حسن في التليفون كان انت تخيل وايه كمان تكلمك مكلمتين اول واحدة كانت مبارح خمسة وتلتة الفجر تلت دقايق وتسعتاشر ثانية والتانية بعدها تسعة الصبح قعد معك في التليفون ربع ساعة افتكرت ولا هو صحيح كلمني لكن ماليش روح فيه بس سألك انه هيهرب يبقى اكيد كان عايزك تساعده انا معرفش حاجة معرفش ما تعرفش حاجة مش وراحك بس عايزة فاهمك على حاجة انت بتاعي ومفيش اي حد في الدنيا دلوقتي عارف انت فين ولا هيحصل لك ايه وانا وراك لحد ما تجيب باخرك فاهم الاخر هتتكلم 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 عملت ايه بقى الكلام مش هجيب نتيجة مع الودة ساعتك الودة لازم يتشد عشان يتكلم يتشد لبقى ايه 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 بس انا معرفش حاجة ولا ليها دعوه باي حاجة العقوبة دي بتوصل للمؤبد انا عارف انك عايز تساعد قريبك لكن عندك استعداد تدفع تامل مساعدتك ليه ولا لا انا 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 عن نفسي مش هعملك حاجة ومش هخلي اي حد هنا يعملك حاجة اي حاجة هتحصل هنا هتبقى بقردتك انت وبالقانون عايز تتكلم تتكلم مش عايز تتكلم انت حر هو اكلمني وقاله انه لازم يهرب لكن والله العظيم ما قليش لي ولا حتى الا حصل انا معرفش حاجة ومش لازم تعرف انا كل اللي عايزوا منك تقول لي هو فين وانا وعدك بعدها على طول حاسبك تروح بيتك الكلام دا لو وسعتني لكن لو ما وسعتنيش انا مش هقدر اساعدك حسن قاعد في شاتب نخلتنا اللي مسافر لكن مش هفضل قاعد فيها كتير حسن هيسافر النهاردة اوه واتبسات السوبر جيت فراجزة تحت عمرك هلو؟ هل؟ 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 الطريقة اللي انت بتشتغل بها دي مش هتنفع بها يا فندي مسيادتك لو كنت ادتني فرصة كنت خليتو يتكلم ما كانش هتكلم ولا انا كنت اوادفع الطريقة اللي انت استجبت بيها شغل زمدة خلاص انساها بها فضل صبرا خير يا سعدة الباشا صبرا باشا فضل اخي ازيك بها يا ابني صبرا خير يا فندي ازيك حضرتك اهلا يا صبرا باشا فضل شكرا جزينا فندي الحقيقة انا لقيت نفسي يعني فضل شوية قلت اه اجي قدردش يعني مع حضرتك انت تشرف في اي وقت صبرا باشا تقدر تمشي انت بها متعب شوية بها بتاع شغل بس محتاجة تضبط شوية المهم اخبارك ايه اشتركوا في القناة بتاع شغل ايه احضرتك 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 بس محاق هرب ماشي ماشي أنا في انتظارك يلا عرفته توصله للدكتور؟ حمزة جايبه وجايبه على هنا دلوقتي عظيم لو عرفته تخليه يتكلم هتعرفه منه كل اللي انتو عايزينه ما ظنش انه هتكلم بسهولة اللي خليه يساعد سليم ممكن يخليه ما يتكلمش والله يا باش هقولك إيه بس شغلتنا دي ما فيهاش أي حاجة سهلة أبدا أنا عطلتك ما فيه كفاية حستأذن أنا يا صبر باشا انت تنور في أي وقت على عالي نستغل الخبراتك دي يا باشا العفل لو حضرتك عزت أي حاجة يتكلمني في أي وقت إن شاء الله سلام عليكم معالف سلام حاجة فواز انت سايب الباب مفتوح انت نمت ولا إيه أدخل يا النهار بيض حاجة فواز حاجة فواز يا النهار بيض يا نهار بيض ألوه الإسعاف حمزة مسك دكتور السجنة بتأكد؟ شوفته هو بيقبط عليك وزمانه دلوقتي واخته على الوزارة عشان يحقق معنا تفتكر هتكلم؟ أكيد هتكلم انت جابني هنا ليه؟ ها؟ جابني هنا ليه؟ متوارين هتعمل في ايه بص هتعمل في ايه؟ هتعمل في ايه؟ أهنا لمعملش حاجة لمعملش حاجة حط انت أهو تقولي من لي وراك ولا أتغيب عليك والله ملي أزم في حاجة أكد تبعى يا نفكل الأوامر أوامر مين؟ أوامر مين؟ انت امتاه؟ لو صمري لا امتاه الليل صمري شكرا